اشتركوا في القناة في هذا الفيديو يكونون مميزين جداً إذا كنت تفعل هذه الأشياء فأنت عبقري دون أن تعلم بالأمر سابعاً إذا كنت من الأشخاص الذين يشخبطون دائماً ويكتبون أو يرسمون أينما كانوا سواء في المدرسة أو مع شخص آخر فيحصلون على رسومات أو كتابات بدون معنى انتبه للأمر فحسب الدراسات التي أجريت إلى الآن يتميز هؤلاء الأشخاص بمستوى عال من الإبداع والخيال سادساً غالباً ما ينظر المجتمع الذي نعيش فيه للأشخاص الكسالة والخاملون بنظرة سيئة غير أن أغلب الأشخاص الأزكياء والذين يتوفرون على قدرة فكرية عالية لا يحبون القيام بالكثير من الأنشطة البدنية وهذا ما خلصت إليه دراسة أجريت في فلوريدا غلف كوست يونيفرسيتي بفلوريدا حيث اكتشفوا أن الأشخاص الأزكياء يقومون بأنشطة بدنية أقل في اليوم مقارنة بالناس العاديين وللوصول لهذه النتيجة أجروا تصنيفاً للأشخاص الكسالة والأشخاص الذين يحبون أن يبقوا في نشاط الوقت كله وتبين أن الكسالة يتمتعون بقدرة فكرية عالية لهذا إذا كنت تمضي اليوم كله نائماً فلعلك تكون يوماً واحداً من العباقرة العظماء الذين سيدخلون التاريخ هو ما ينقصك فقط هو اكتشافه نفسك خامساً إذا كنت شخصاً وحدانياً ويصعب عليك التواصل مع باقي أفراد المجتمع فيحتمل أن تكون عبقرياً ولم تدرك ذلك بعد فحسب بعض الدراسات من أهم مميزات الشخص العبقري نجد الوحدانية والصعوبة في خلق الصداقات لأن أغلب العباقرة يكونون مهمشين بالسبب فضولهم واهتماماتهم التي تبدو غريبة بالنسبة لأصدقائهم لهذا كن مطمئناً فيمكن أن تكون أنت إنشتاين القادم رابعاً الرصوب في الامتحانات المدرسية ليس دليلاً على أن مستوى الذكائك منخفض أو ضعيف فألبرت إنشتاين لم يكن تلبيذاً لامعاً كما كان عليه أن يحضر دروساً خصوصية لدخول الجامعة لأنه رصب في امتحان الولوج عندما لم ينجح في اختبارات التاريخ واللغات والجغرافية ثالثاً إذا كنت من الأشخاص الذين يقضون أغلب الوقت وهم يتحدثون وحدهم فتتناقش بصوت مرتفع مع نفسك لا تقلق فأنت لست بمجنون حسب دراسة قام بها بعض علماء النفس من جامعة ويسكوت تبين أن الأشخاص الذين يقومون بهذا التصرف تكون لهم قدرة كبيرة على التركيز ويتوفرون على ذاكرة صحية أكثر من الأشخاص العاديين ثانياً لطالما كانت عادة قدم الأظافر كرمز للتوتر والقلق غير أنه تبين حالياً أن ليس كل شيء سيء في هذا السلوك بل له إيجابياته حسب دراسة تمت في بلاد الباسك بإسبانيا فإن قدم الأظافر مفيد حيث إنه عند فعل ذلك يتم إفراز الدوبامين وهي مادة مهمة بالنسبة للدماغ لكن هناك أطفال يقومون بذلك بشكل يومي فيتحول الأمر إلى عادة وعدم الحرس على النظافة يمكن أن يسبب بعض أنواع الحساسية أولاً وضع الأصبع في الأنف هي عادة يقوم بها أغلب الأشخاص أحياناً دون أن يدركوا الأمر كما لو أنها غريزة طبيعية نعم نعم أعلم أنه أمر مقرف ومقزز لكن هل كنت تعلم أن بعض الدراسات أكدت أن إزالة المخاط بالأصبع طريقة جيدة لتقوية جهاز المناعة؟ ينصح طبيب أسترالي يدعى فريدريك بيكنر بتناول المخاط المستخرج ويؤكد على أنه صحي إضافة إلى أن الأطفال الذين يقومون بذلك بطريقة فطرية هم أكثر زكاء لا تنسى أن تضغط على إعجاب إذا كنت قد وضعت أصبعك يوماً ما في أنفك لا دعي لتخفي الأمر جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم